أجرى مختبر قصطرة القلب في مستشفى صحار 42 زراعة لجهاز منظم القلب منذ افتتاح المختبر في فبراير من العام الماضي وأشار الدكتور نجيب بن زهران الرواحي مدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب لوكالة الأنباء العمانية إلى أن إجراء هذا النوع من العمليات خارج محافظة مصقط يأتي مع توجهات وزارة الصحة نحو اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة للمرضى وتقليل قوائم الانتظار للمرضى